من صيدليتين إلى أخرى رحلة بحث عم رفاعي عن البنسلين لحفيدته المريضة لا تزال مستمرة تعددت الصيدليات التي يجوبها عم رفاعي والإجابة واحدة لا يتوافر هذا الدواء فهو ضمن قائمة طويلة من الأدوية غير متوفرة منذ أشهر في الصيدليات بمصر جيت سألت على البنسلين ده كذا مرة الصيدالية هنا ولفت الصيدالات ملقيتش البنسلين وبعدين بنت بنت تعبانة وزوجت تعبانة مش عارفة عامل ايه الشكوى من نقص الأدوية تأتي أيضا من أصحاب الصيدليات فهناك أصناف دوائية حيوية غير متوفرة والمشكلة في أنها أدوية أمراض مزمنة مثل أدوية شل الرعاش والقلب والكلة والكبد وعدد من الأمراض الأخرى في مجموعة كبيرة من النواقص الأدوية الحقيقة نقصة وكل من يسأل يقول لك المادة الفعالة مش موجودة عشان بيبتبقى مستوردة والقلة الدولار فبتتأخر المادة الفعالة لكن الحرة حصلت على النشرة الدورية لإدارة الدعم ونواقص الأدوية التابعة لوزارة الصحة والتي صدرت في شهر مايو آيار الماضي حيث وجدنا تحذيرا من نقص في عدة أدوية منها عقار البنسلين إلا أن وزارة الصحة لم تتخذ أي تأجراءات لتجنب الأزمة حسب عاملين في صناعة الدوائي بمصر والذين طلبوا بدروة النظر في منظومة الدوائي في البلاد بصفة عامة وإنشاء هيئة عليا لإدارة المنظومة بشكل علمي على حد وصفهم هناك بعض اللوجستيات جواهة وزارة الصحة بتؤدي إلى أزمات نظر زي اللوجستيات اللي هي مثلا نهاردنا عشان أغير مورد مورد بخذ لي 3-4 شهور طب ليه طبعا أنا عشان أغير مورد مورد يعني لو أنت هتقعدني 3-4 شهور ما عنديش مشكلة ولكن اسمح لي أن أنا أعمل بفر يعني ستوك مخزون من الدواء وبلغت إجمالي نواقص الأدوية في السوق ما يزيد عن 260 صنفا دوائيا منها 12 صنفا ليست لها بدائل أو مثائل تقول وزارة الصحة أنها تسعى لكي يتم توفير كافة الأدوية غير الموجودة في السوق مع نهاية العام الجاري لتتوفر جميع احتياجات المريض محمد عبدالله الحرة القاهرة